يعكس الوضع في بلدة مارينكا المتخمة ليدونياتسك شرقية أوكرانيا عنف القصف الذي يتعرض له شرق البلاد حيث تسعى القوات الروسية هناك إلى إحكام سيطرتها على كامل المناطق التابعة لإقليم دومباس الانفصالية هذه الصور نشرتها وسائل إعلام الروسية وقالت إن القصف على بلدة مارينكا استهدف مواقع للجيش الأوكراني يكشف هذا القصف عن تكثيف روسيا هجمتها على مدن وبلدات الشرق الأوكراني في وقت تتوقع فيه القوات الأوكرانية أسابيع عصيبة من مواجهة الجيش الروسي وتقره بخسارة بلدات جديدة في خاركاف ولوهانسك وتقول إن القوات الروسية تتقدم باتجاه بلدة بارفينكوفا في جبهة إيزيوم ببطء تقترب روسيا من تحقيق أهدافها التي أعلنتها مؤخرا ضمن هجومها المستمر منذ أكثر من شهرين تتمثل تلك الأهداف في إحكام السيطرة على الشرق الأوكراني وعزل البلاد عن سواحلها الجنوبية بما يضمن تأمين ممر بري لقواتها من الحدود الروسية إلى شبه جزيرة القرم ومنها إلى الأقليم الانفصالي الموال لها في ملدوفا كحال الشرق الأوكراني أحكمت القوات الروسية سيطرتها على غالبية المناطق الساحلية جنوب أوكرانيا باستثناء مدينة أوديسا وموقع صغير في مدينة ماريوبل حيث يتحصن قرابة ألفي جندي إلى جانب مئات المدنيين في مصنع أزوفستال الصلب وسط مساع أممية لإنجاح خطط إجلائهم منه نادر علوش تيارتي عربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر